كان من المفترض ان ميستر جوميز يكون متواجد النهاردة للتحقيق معاه ميستر جوميز ما حضرش كان رد فعل لجنة الانضباط ان عدم وجوده ده مش معناه ان العقوبة مش هتوقع عليه وانتوا عارفين العقوبة ان مدرب حكم في صدره من 4 ل 8 مباريات ولكن الكارثة الحقيقية ان حكم المباراة او الحكم الرابع لم يوقع عقوبة على المدير الفني اثناء اللقاء يعني ما طردوش ومعلومات مؤكدة بقى ان الاستاذ عاطف حسين ما قاله ان هو قال للكابتن احمد الغندور تعالى اطرد وبلغوا اثناء اللقاء هذا الكلام طلع بقى على ارض الواقع غير حقيقي وان الكلام المسجل في الفار اثبت ان الحكم الرابع ما قالش اي حاجة للكابتن احمد الغندور ما قالوش تعالى ما بلغوش بالواقع اساسا ما قالوش تعالى اطرد مستر جوميز بل كمان يقال ان هو اتصلحوا مع بعض اثناء اللقاء وقبل الخروج وراح بس راسه وحضنه والموضوع انتهى ولكن الموضوع كبر بعد علم عاطف حسين ان اللقطة ظهرت في التلفزيون فتم ابلاغه من لجنة المسابقات ومن مراقب المباراة مصطفى عيسى لازم تكتب في تقريرك عشان شكلك بقى وحش فالكلام اللي بقول لكم ده كلام مؤكد مليون في المية فكتب في تقريره رغم ان هو شخصيا ما اعمالش حاجة فتقال له طب ازاي هتكتب في تقريرك وتقول ان هو اين في سدري وانت طالع في صور متصلح معاه وكمان اثناء اللقاء ما ترطوش فطلع بقى عشان يعطي مبرر انه عمل كده وكتب تقرير ان هو بلغ الغندور اثناء اللقاء والغندور ما سمعوش واستقنف اللقاء كابتن احمد غندور نفى تماما هذا الكلام وقال لهذا الكلام غير حقيقي ولم يتم ابلاغه بالواقع من الاساس الا بعد الدخول في قط اللبس واثناء تغيير لبسهم بعد اللقاء وقرر الكابتن عاطف حسين انه يكتب في تقريره هذا الكلام دي تفاصيل ما يحدث ولكن هذا ما معناه ان برضو قد يؤدي تلك ان لجلة انضباط تم اقاف جميز على الاقل من مبارتين لاربع مباريات او على الاقل لاربع مباريات والاربع مباريات هيتم اقافه في بطولة الدوري مش كأس النخبة كأس النخبة ملوش علاقة خالص واللعيبة هتلعب امام عشور هلعب كأس النخبة مروان حمدي لا يحق له انه يلعب خالص لان اللقاء بتقول اكتر من ثمن مباريات تنفذ على جميع المسابقات يعني لو اكتر من ثمن مباريات تنفذ على جميع المسابقات اقل من ثمن مباريات لا تنفذ الا على المسابقة اللي حصل فيها القصة فامام عشور خالد عبد الفتاح الشيبي احمد الشناوي الاربع دول مش هيلعبوا اول ما تشين في الدوري ده لو اتحاد الكورة اعلن العقوبات لغاية الان اتحاد الكورة خايف يعلن العقوبة اتحاد الكورة العقوبة عند وليد العطار ولغاية دلوقتي لم يعلن العقوبة اتحاد الكورة بيعيد كرسة العقوبات اللي تم اخفاقها في المرات السابقة وكأن اتحاد الكورة لا يتعلم من اخطاقه وكأن اتحاد الكورة يهاب الاندية خايف من الاندية الاتحاد الكورة فاضله شهور ويمشي الاتحاد الكورة مش عارف وده هو ملوش علاقة الاتحاد الكورة يعني مجرد انه يعلن ما اتخذته لجنة الانضباط اللي هي لجنة مستقلة حدش عارف ده ده انفراد لاستاذ المحور بعقوبات لجنة الانضباط